يا بصير أنا هشاركك حقيقة كمان عن طبيعة الدنيا خدها على وجه اليقين الدنيا دار نقص وجهد وليست دار للمرارة والمعاناة يحفظ الجملة دي في أجيال مننا شربت معنى أن الدنيا دار شقة وفسروا الآية لقد خلقنا الإنسان في كبد إن كبد يعني مرارة وشأة ومعاناة وفسروا يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه إن الكادح ده يعني الوجع والحزن والشأة والمرارة ودي مش حقيقة لأن ربنا لما كلم سيدنا آدم هو بينزل من الجنة قال له ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ومتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى أم للكدح والكبد معنى إيه؟ معنى الجهد وقبول النقص الدنيا مش دائما فيها كل اللي أنت عايزه في كل وقت الدنيا عشان تحصل على أي حاجة محتاج تبذل جهد الجنة لما ربنا وصفها قال لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين النصب يعني التعب بالمناسبة الجهد بيبنيك بيبني شخصيتك والنقص بيحميك من التوقف عن السعي والكسل وبيحسسك بقيمة النعمة اللي في إيديك لأن في حاجات تانية نقصاك فبتقدر اللي في إيديك وإنت لما تقرأ في علم التربية يقولك أن أحد أهم وظائف الأب والأم إدارة متطلبات أولادهم بحيث أن هما ما يغرقوهمش بالعطاء فالعيال تطلع زهقانة من كتر النعم ملولة اتعودت دايما على وفرة كل شيء فما يبقاش عندها جهد للسعي ما فيش حاجة بيحلم بيها كل أحلامه مجابة من غير مجهود ولا يحرموه حرمان كبير فيطلع الولد فاقد الثقة في نفسه أو حاسس بالشقة الحقيقة إن وإنت عدوا نعمة الله لا تحصوها خد بالك إن المرارة والمعاناة والشقة بتبقى فكرة فكرة جوه بيستقبل بيها الإنسان الأحداث فيه واحد تاني عنده شيء من تقبل وجود الجهد أي حاجة عايز أعملها هبذوا المجهود عشان أجيبها وحافظ عليها وتقبل وجود النقص يا أخي ده ربك قال على البشر في حقه قال وقليل من عبادي الشكور فأنت في كتير من الأوقات في ناس هتشكرك وتقدرك وفي كتير من الأوقات محتاج تقبل نقص البشر إنك ممكن ما تتقدرش وده بيساعدك إنك أنت تبقى راضي بربنا سبحانه وتعالى ومكتفي بربنا وراضي بقيمك إنك أنت عندك عطاء إنت نفسك إمتك قدام نفسك إنك عندك عطاء حتى لو مش كل الناس قدريتك بنفس الطريقة فلا تتشتت في فكرة هي الدنيا دار إيه لا الدنيا دار نقص وجهد وليست دار مرارة ومعاناة عشان كده لما سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال ارضى بما قسم الله تكن أغنى الناس هو بيربي لك فكرة على وجه اليقين الغنى هنا الغنى مش في أشياء الغنى في عقل شاف الدنيا بعين البصيرة فسعة واكتهد فشخصيته نمت حسنت ونضج جالوا من ربنا أشياء رضي بها فصار أغنى الناس وشاف أشياء نقصة تانية فلما بص عليها مباصص بالعين التانية بس مش عين وش عين البصيرة بص على النعم الكتيرة وقعد يعدي فيها فردي بالموجود ولم يشقى حزنا على المفقود فاخدها كده واخرج من شتاتك إلى يقينك إن الدنيا دي اقبلها كتحدي مش اقبلها كمعاناة ومرارة وأحزان اقبل النقص اللي فيها ربنا مش بيطاه تحدي سبحانه وتعالى هو الكريم الواسع فانتقل من الشتات إلى اليقين وكن بصير لطبيعة الدنيا